وامبارح تم الاعلان بشكل رسمي ان مصر ضمن الفئة الاعلى دوليا في المؤشر الاعلامي للامن السيبراني صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات مش بس كده كمان تم تصنيف مصر كنموذج رائد يحتذى به لباقي الدول مصر جت ضمن 12 دولة بس نجحوا في تحقيق 100 نقطة من مجموعة نقاط المؤشر ايه التفاصيل ايه معنى المؤشر ايه النقاط دي بتتاخد ازاي دي تفاصيل حنعرفها اكتر من مهندس الدكتور محمد مغربي استشاري الذكاء الاصطناعي وتأمين المنشآت اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك يا فهندس صباح خير بشمان صباح الفول اهلا بحضرتك اهلا بك المؤشر العالمي للامن السيبراني ما هذا؟ تمام المؤشر العالمي للامن السيبراني الجي سي او اي اللي هو جلوبال سيبر سيكوريتي اندكس ده مؤشر بيصدر من الاتحاد الدولي للاتصالات الائتيو هو وكالة تابعة للامم المتحدة الهدف منها تحسين وتنظيم الاتصالات وكومينيكيشن والسيبر سيكوريتي على مستوى دول العالم كلها فده مؤشر عالمي رسمي بيصدر من جهة رسمية بيطم يعني اغز عدة معايير علشان الدول تحصل على النقاط تمام ايه يبقى ابرز هذه المعايير فهن؟ ابرز هذه المعايير فيه خمس عواميد اساسية او محاور اساسية للمؤشرات حاجات قانونية وتكنولوجية ودولية اهم هذه المعايير اللي مصر قدرت تحقق فيها النجاح الاول نقول بس ان مصر كانت تحصل على 95.48% نقطة في المؤشر اللي فات المؤشر بيطلع كل سنتين سنة دي حققنا مية نقطة المية نقطة دول احنا نفس النقاط اللي محققهاها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واليابان تمام؟ وده طبعا شيء يدعو للفقر والامارات طبعا هم بيصنفوا الدول تير تير 1-2-3 تير 1 من 95 لحد مية نقطة فرنسا مثلا والمانيا على سبيل المثال معنا في تير 1 ولكن هم اقل مننا في النقاط تير 2 جاي فيها الصين وروسيا والهند انا بدي طبعا فيه دول كتير بس انا بديك ابرز الدول اللي احنا بنسمع عنه فان احنا نتخطى دول بحجم الصين وروسيا وفرنسا والمانيا ونتساوى بأمريكا والولايات المتحدة البريطانية ده في حد ذاته يعني انجاز كبير جدا جميل انا عشان اوصل للميت نقطة عملت ايه؟ عملنا ايه؟ الميت نقطة او المسؤول عن الموضوع ده كان في مصر المؤسسة ايجي سيرت او اللي هي ايجيبشيان كومبيوتر امرجنسي ريدنس تيم هي طبعا للهيئة المصرية تنظيم الثلاث عملت العديد من النقاط علشان نحصل اول نقطة بتهتم بيها المؤسسة الى الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني تمام احنا قدرنا نحسن الاستراتيجية بتاعتنا برؤية 20 23 20 27 قدرنا نستخدم ابحاث جديدة في مجال تأمين البيانات والذكاء الاصطناعي والانترنت ده اول محور تاني محور وده كان مهم جدا الاستجابة للطوارق والحوادث السيبرانية مصر تمتلك الان خمس فرق بتضم فوق الميت متخصص شغلتهم يعني الاساسية على قدر عالي من الجودة ان هما بيستجيبوا للطوارق انشأنا مركز الطوارق للهجمات السيبرانية وقدرنا بالفعل نتصدى لالف وخمسمائة حدثة في السنة اللي فاتت مقرارة بالف حدثة في الفترة القبلها تالت محور بيتم التقييم على اساسه التعاون الدولي مصر نجحت في اخر سنتين انها تنضم لتمن اتفاقات دولية جديدة ووقعت عشر مبادرات مع المؤسسات العالمية مقرارة بخمس مبادرات الفترة القبل كده البندل بعد كده بيجي اللي هو التدريب والتطوير احنا قدرنا نعمل ستين ورشة عمل لتدريب الفين متخصص مقرارة باربعين ورشة عمل الفترة القبل كده وقدرنا نستخدم الذكاء الاصطناعي في تدريب السايبر سيكوريتي وده ادى الى تطوير النظام بنسبة 30 في المية النقطة رقم خمسة التشريعات والقوانين اقدرنا في سنتين اللي فاته ان احنا اعمل تحديثات لعدد خمس قوانين وتشريعات في امتين نقطة خاصة بالامن السبراني واستحدثنا اربع اليات جديدة علشان نعزز التأمين السبراني ونتوافق مع المعايير العالمية والدولية النقطة رقم 6 وده من النقطة المهمة جدا اللي هو رفع البنية التحتية للامن السبراني تمام مصر وقعت السنة دي في مايو اتفاقية مع شركة هواية العالمية لرفع مستوى الامن السبراني وتدريب الكفاءات والكوادر واستثمارة مايوازج 50 مليون دولار في البنية التحتية ده ادى بشكل كبير ان احنا نقدر نتصدى للهجمات السبرانية اللي احنا قدنا عليها في اول نقطة برضك من ضد النقاط اللي بيتم كياس المؤشر عليها حملات التوعية احنا عملنا متين حملة التوعية السنة دي مقارنة بمئة حملة الفترة اللي فاتت ده ادى ان معدل الوعي لدى المؤسسات والشركات والمستردمين زاد وده حتى هنشوفه على مستوى التقارير اللي طلعه ان احنا الحمد لله ما عندناش اختراقات او بيسموها بريتش في منظومة الامن السبراني على مستوى البلد التقرير اللي صلعته للمؤسسة الدولية الائي تيو كان مكاوم من 151 صفحة تقريبا بيشرحوا فيه كلام ده كله طبعا في نقطة تانية كتير بس دي اهمها بيشرحوا فيه الدول تطورت من فين لفين وده ما حتى فضلت وقلت ان مصر فعلا تقدمت بدرجة كبيرة ودرجة مسبوكة غير مسبوكة على دول كتير المفترض انها يعني كانت رائدة في المجال ده طيب احنا بنقول ان احنا بقينا موجودة في مركز متقدم جدا واحتلينا مركز متقدم جدا في المؤشر اللي انا مش عارفة اسمه حضرات بقلت اسمه طيب الاثار يعني الاجابية المترتبة على تقدمنا واحتلالنا هذا يعني اكيد احنا بنبسط لما بنبقى موجودين في اي مركز متقدم ولكن احنا عارفين ان دلوقتي الموضوع مش بس انبساط لو تأثير اقتصادي ولو تأثير علينا بشكل او باخر خلينا نعرف بقى تأثير وده حيبقى عدم نزيل متف اول تأثير والناس كلها طبيعة تتكلم عنه اللي هو الاستثماراتها الاجنبية او الاستثمار في مجال التكنولوجي اي مستثمر او بلد بيتيجي تستثمر في المجال اول حاجة ببص عليها هو المؤشر ده هل مصر قادرة تحقق المؤشر ده او لا فبالتالي طالما احنا قدرنا نحقق مركز متقدم في المؤشر ده بيفتح مجال طمقنينة للمستثمرين ان هم يستثمروا في مجال التكنولوجيا رقم اثنين توجهات الدولة وسيد الرئيس في التحول الرقمي والبنية الرقمية التحتية احنا مستثمرين في مجال التصلاة حوالي 83 مليار جنيه في الفترة اللي فاتت ما بين بنية تحتية والياف ضوئية وكده المؤشر لما في المراكز اللي هو المؤشر ده بيعزز فرصتنا في التحول الرقمي في تأمين البيانات ما عندناش خوف ان احنا نبدأ ننقل كل حاجة ورقية لحاجة رقمية هو اي دولة او اي مؤسسة اكثر ما يخفها في موضوع التحول الرقمي انها لما تنتقل من المحالة الورقية للمحالة الالكترونية لو حصل اي مشكلة سايبر اتاك او اي مشكلة المؤسسة كلها طوقة وده احنا شفناها لو نفتكر من فترة قريبا من مطاريات العالم واقت بسبب انا كانش سايبر اتاك بس كان مشكلة رقمية ده بالتالي فبيديك بيديك فرصة وتعزيز لتوجه التحول الرقمي تالت نقطة ودي نقطة مهمة جدا بتخلق فرص عمل كبيرة جدا للشباب المزيادة التثمارات وزيادة فرص التحول الرقمي بنبدأ نوجد فرص للشباب انهم يشتغلوا وهنعيد او ممكن اتطور عن التقرب الهندية التقرب الهندية كان عندها مشكلة كبيرة في الايد العاملة فاخدت مجال التكنولوجيا كوسيلة ويمكن الرئيس قال ده صراحة في احدى المؤتمرات قال ان الشباب لازم تبدأ تتوجه للمجال التكنولوجي مجال دراسته بتبقى ريموتلي من البيت مش محتاج يعني مش محتاج مجهود كبير فرصته قليلة او مدة الدراسته فيه قليلة لا تتعدى سنتين العوائد المالية فيه كويسة جدا وتقدر تشتغل فيه على مستوى العالم كله مش فرص تبقى موجود في مصر فطبعا ده خطفة مهمة جدا في كل اللي احنا قلناها طيب بشمانس ممكن حد دلوقتي يكون بيتفرج علينا وقول يعني ايه مصر احتلت المراكز الاولى في المؤشر العالمي لامن السيبراني انا استفدت ايه طيب تاني يمكن اخر نقطة اللي احنا قلناها الاستفادة الحقيقية بتيجي من طمقنينة المستثمرين الاجانب لوضع مصر كتأمين للاستثمار التكنولوجي اي مستثمر اجنبي لما يجي هيستثمر هنا اول حاجة بيسعل عليها انا مجي استثمر معاك في مجال التكنولوجي ايه اللي يضمن لي ان الاستثمار ده مايروحش هباب ايه اللي يضمن لي ان مايحصل ليش اختراق هدف عليه ملايين او مليارات الدولارات في الاستثمارات فهتيجي هنا الشهادة الحاجة بتقول عليه دي شهادة دولية ان احنا من افضل اتناشر دولة على مستوى العالم في مجال التأمين السيبراني بكل بساطة عشان المشاهد البسيط يعني يعرف ايه التأمين السيبراني لو خدناها على المستوى الارضي انت ما تيجي تشتري في مكان في فيلا في كومباون في حتة اول حاجة ما ببص عليها الفاسيليتيز والامن المكان مؤمن ولا لا المكان مؤمن وبشكل كبير بتخش تستثمر او تحط فلوسك بشكل مطمئن ده نفس الكلام في مجال التكنولوجي الشهادة دي او المؤشر ده هو الشهادة اللي بتضمن لأي مستثمر اجنبي ان البلد اللي انت جاي تستثمر فيها بتبدأ تديك امان وطمئنينة ان استثماراتك امنة استثمارات امنة زي ما قلنا هتعود بالنفع على كل الشباب اللي عاوز يشتغل في مجال التكنولوجي العمالة المصرية حاليا بتصنف انها من امهر وارخص العمالات على مستوى العالم في مجال التكنولوجي مقارنة بمثيلاتها في الوطن العربي وفي دول اوروبا وفي امريكا فده بيقدي اي مستثمر ييجي حتى لو الشركة مش موجودة في مصر موجودة براه هيبقى عنده طمئنين ان هو يسلم شغله ويسلم مجهوده لتيم مصري او شركات مصرية تبدأ تستثمر المجال ده متوقع يشتغل فيه ما لا يقل عن اثنين مليون شاب وشابة عندهم القدرة او النية انهم يخشوا مجال التكنولوجي وطبعا ده مهم جدا من اوجه الاستفادة بالاضافة الى حماية بياناتهم الشخصية طبعا هنا الامان قطوة الامان ان انا بستثمر معاك في مجال التكنولوجي وانا متطمن ان بياناتي واتصالاتي وكل حاجة مؤمنة مش كلام مصر اللي بتقول كده ده شهادة دولية بتقول كده فبالتالي اقدر افتح مجالات عمل واقل المعدات البطالة بشكل كبير فالمؤشر ده او الشهادة دي من ضمن الحاجات اللي هتأثر تأثير مباشر على الامالة المصرية وعلى سوق العمل المصري احنا عندنا مركز وطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وده اعتقد انه واحد من اهم ادواره انه هو يعزز الامن السيبراني ممكن يكون بيعمل ايه كمان ووظيفته كانت ايه في الفترة اللي فاتت بالضبط وزي ما قلت الحادثة من ضمن النقاط اللي المؤشر بتاع مصر ارتفع فيها ان احنا انشأنا المركز ده وطورناه بشكل كبير وقدر يتصد السنة اللي فاتت بس لألف وخمثمينة حادث سيبراني تمام الالف وخمثمينة دول ما مدى قوتهم هل حادث على مستوى صغير او على مستوى كبير مش هيبان لما يحصل الالفكت ده ولكن سلينا اقولك ان الحادث السيبرانية بالذات حتى لو كانت بسيطة تأثيرها بيبقى كبير جدا على مستوى تسير بالبيانات على مستوى اختراك الشبكات على مستوى انه يعمل فلير للنظام او تعطيل للنظام في اي حادثة منهم قادرة انها تعمل شلل لقطاع كبير في اي دولة او اي مؤسسة فانحنا نتصدى للرقم ده بايادي مصرية وتكنولوجيا مصرية ومركز مصري ده حاجة تدعو للفخ وبالفعل الناس قدر ده ورفع تصنيف طيب ده عظيم جدا تصنيف زي ما حددك ذكرت من مؤشر دولي احنا ملناش علاقة به ده صدر من هذه المؤسسة الدولية احنا في مصر ازاي نبني عليه احنا حضرتك قلت انه التصنيف ده كم من سنتين وكننا 95 وشوية دلوقتي وصلنا للمية معنا كده ان فيه مجهود لكن ازاي ابني على هذا التقرير ازاي استثمره صح يعني تؤال ممتاز الاستثمار في مجال الامن السيبراني زي ما ضحك الامن السيبراني في حد ذاته مش هدف او غاية هو وسيلة لتعزيز الاستثمارات في مجال التكنولوجي ما فيش حد هيجي استثمر سواء جوه مصر او برع مصر في مجال التكنولوجي الا ما يتطمن ان استثماراته امنة فطالما الاستثمارات امنة وبالتوافق مع رؤية الدولة في رفع البنية التحتية المصرية من شبكات الاتصالات والساتيلايت والفايبر ده هيدينا مجال واسع ومفتوح ان احنا نستثمر في مجال التكنولوجيا الاستثمار في مجال التكنولوجيا في ميزة كويسة جدا انه ما بيحتاجش لمبالغ كبيرة بل بيحتاج الى ايدي عاملة مدربة وفهمة ونقدر نقول ان المهندس المصري او المبرج من المصري من ضمن الناس اللي هي ما بتطلع بره مصر بتثبت كفاءة شديدة فبالتالي دي اصبحت فرصة حاليا ان احنا كدولة وكشركات كتار خاص او ستارتاب كامبني ان احنا نبدأ نستثمر بقوة في مجال التكنولوجيا ان احنا متطمنين قلص ان اي استثمار في مجال التكنولوجيا هو محمي بالظبط ومؤمن ما فيش اي خطر عليه زي ما قلت حك وحك تفضلت قلت دي شهادة دولية احنا ملناش اي دور فيها بالعكس يعني احنا لو هنتكلم وهنكرد نفسنا احنا حاليا اقمن زي ما قلت من فرنسا اقمن من روسيا اقمن من الصين اللي هي الرائدة في مجال التكنولوجيا فبالتالي لا احنا عندنا فرصة ممتازة ان احنا ننطلق في المجال ده طيب احنا كدولة بنعمل ايه علشان نقدر نمشي بالتوازي بحيث ان احنا نوصل لهذه نتيجة مرة واحدة عندنا كليات مثلا بتخرج ولاد قادرين انهم يقدروا يشتغلوا فيها المجال الامن السابراني ويقدروا يعملوا تكنولوجيا ويقدروا يبقوا انوفيتف يعني او مجددين في مجال التكنولوجيا بحيث انهم يبقوا قادرين يوصلوا ليه للسوق محتاجه الامن السابراني بالضبط يعني حيث زي ما قلنا ان السيد الرئيس بنفسه ذكر الموضوع وتولى مبادرة التكنولوجيا او المبادرة العقامية المصر ان احنا نخلق جيل جديد من الشباب يبعد بافكاره عن المهن التقليدية وهو ذكرها صراحة ان احنا طول عمرنا عايشين لازم ابني يطلع مهندس دكتور زابط وطفر ليه جيل جديد من الشباب اللي هو مهتم بدراسة من الصرع بمجال التكنولوجيا فدي اولا دي رؤية الدولة بدأت تعمل لها عدة مراكز وتعمل لها جماعات متخصصة يمكن فيه جماعات كتير في العاصمة الادارية فتحة مخصوصة في مجال التكنولوجيا فتحة علشان موضوع الذكاء الاصطناعي موضوع السيبر سيكورتي فدي خطوة اولى من قبل الدولة الخطوة التانية زي ما قلنا وكالة ايجي سيرت اللي هي الوكالة المصرية اللي موجودة اللي موجودة للسيبر سيكورتي عاملة دورات تدريبية زادت او ضربت عن الفين واحد في المجال ده فده في حد زادت وقت خطوة تانية الخطوة التالتة ودي مهمة ودي بقى ملهاش علاقة بالدولة خطوات فردية وشخصية الكورسات والشهادات الدولية بقت متاحة اونلاين على الانترنت يعني بفضل التعلم عن بعد حيث ما بقتش محتاج زي زمان تسافر بره عشان تحصل على شهادة كذا او تحصل على مؤهل كذا انت من مكانك لو فضيت لنفسك كل يوم ساعة او ساعتين هتقدر في خلال سنة تبقى مؤهل ان انت تشتغل في المجال ده ومعاكش هادات واعتمادات دولية معطرف بيها على مستوى العالم كله فدي كلها عدة محاور لو مشينا فيها بخطوط متوازية كده هنكلأ جيل فعلا جديد خاصة ان احنا عندنا لو شفت السيجمنتيشن بتاع التعداد المصري هتلاقي فئة الشباب تحتل الجزء الاكبر منه فالفئة دي لو اهتمت بالمجال ده قد النظر بقى عن الشغلات التقليدية او المهنة التقليدية لا احنا عندنا فرصة جيدة جدا نطلع لقدام كل شكر حالك فاند مشرفتنا ونورتنا شكرا لك فاند محمد مغربي استشاري تأمين البيانات والمنشآت شكرا جزيلا لك شكرا